أهلا بكم مشاهدين مرة تانية وفقرتنا الطبية طبعا المتعلقة بالأمراض الجلدية فقرتنا الأسبوعية بيشرفنا فيها دايما أستاذنا الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل النهاردة زي ما قلت كده في بداية الحلقة ونوهت قبل هذه الفقرة هنتكلم على أهم الحاجات اللي يجب أن احنا نحرص عليها وإحنا بنجهز شنطة المصيف تساعدنا على الوقاية من الأمراض الجلدية خلال فترة الصيف وكمان تحمينا من أشعة الشمس وكمان تظل انتشار وباقي الكورونا ممكن إجراءاتنا تختلف ولا هتفضل زي ما هي كل دي أسئلة هنحاول نعرف إجابتها وأكتر من خلال ضفنا الكريم الأستاذ الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بينضمننا على الهواء بوشرة أهلا بيك يا دكتور عاصم وصباح الفل والورد صباح النور زكي عشاء الحمد لله بخير والله يا دكتور كله تمام هي روحت المصيف ولا لسه وحشتونا خالص لا يا حضرتك أكتر يا دكتور عاصم قل لي بقى شنطتك وانت رايح المصيف بتكون شكلها ازاي أهم محتويات هذه السنة دي السنة دي مختلفة للسنة دي برضو حيبا فيها كمامة طيب هناخد معنا كذا كمامة احتياطية نقول تاني بسنة دي هنحط سانسكرين هنختار محجب الشمس اللي هو البروتكشن فوتو بروتكشن يعني اللي هو متعودين عليه ما ناخدش بتاع السنة اللي فاتت يا حشاب لان بتاع السنة اللي فاتت باص اكسباير باص حتى لو تاريخ صلاحيته ممتد يا دكتور انا خايف يكون تفتح الناس مش عارفة المعلومة يعني الفتح ده ممكن يأثر على كفاعته وجودته اه طبع لا ده يتطلغي كفاعته فاحنا لو كانت تفتح بدم تفتح بالسنة اللي فاتت وتساب مفتوح السنة بحالها مش هينفع خلاص يبقى حنجيب ناخد بالنا حناخد محذبات الشمس اللي بتلاقب البشرة وشرته بتلمع يبقى بنسميها دهنية حناخد واحد للبشرة الدهنية غالبا سائل غالبا سائل حناخد بلاس ففتي كل الحاجات اللي بقولها دي مهمة زيادة دكتور عاصم بالنسبة للصان سكرين هو في منه طبعا الكريم وده المعتاد في منه دلوقتي نوع ببخاخة كده هل في فرق ما بين الاتنين أيوم أفضل من وجه نظرك طبعا في فرق الفرق مهم جدا حسب بشرة الواحد ندي أمثلة أنا بشرتي مختلطة هاخد فيه نوع ساء ماحدش بيحب اللي بيلمع يعني رجالة وستات ما بيحبوش اللي بيلمع هناخد اللي هو مط نقول تاني ليه؟ لأن اللي بيلمع ده بيلم الطراب يا شاب وماحدش بيحبوه أبدا فهناخد ايه تاني؟ هناخد الصان سكرين أو اللي هو ما يكونش بيلمع كويس دي أول حاجة ماشي؟ تمام آه تاني حاجة هناخده تالت حاجة هشوف أنا لون بشرتي يعني ندي مثل ساء انت حضرتك يا شام فاتح قوي عننا كلنا يعني عشان انت خواجه المهم انت حتاخده نوع بلاس ففتي لكن هتاخد انت الكريم حينفعلك ونفس السائل حينفعلك تمام بس أنا لا يمكن هقولك خد اللي بتلمع ليه؟ هناخد المط فيه أنواع في السوق دلوقتي بنسميها مطفي مطفي يعني ايه؟ مط عشان ما تلمش التراب عليك هنحطه كل قد ايه؟ كل ساعتين ثلاثة ده على مدار ساعات النهار يا دكتور عاصم نحط كل ساعتين ثلاثة بس هنحط السؤال بقى دلوقتي الناس بتسأل هنحط فين ولا فين؟ يعني المصيف طبعا الناس بتكون بشكل كبير جسمها معرض للشمس بشكل كامل هل ممكن أدهن الجسم كله؟ ولا الوش بس؟ لا هاقترح هاقترح اقتراح جديد انا بعمله فيه بقى الناس بتلبس عشان الشمس طب عامل زي قمشت الميو بيتلبس من فوق كده وده بيحمي صراحة يعني انا بقيت اعمل كده علشان الواحد ما يلتهبش من كل حتة فده هناخده ويببا ساعتها الوجه وظهر الايد وبس هي سهلة الدنيا وكل ساعتين تلاتة نحطه وحيوفر معنا كمان في الكريم هيوفر كمان معنا في كميات الكريم اللي احنا بنحطها يوميا هيوفر كتير لا فيه سؤال لما حنزل المية حيفضل علي السونسكرين بنفس المفعول بنفس القوة لا اول ما حنزل المية فيه حاجة اسمها معلش اسمه صعب شوية السبستانتيفتي معلش اسمه صعب شوية اللي هي قدرة الكريم او السونسكرين للاحتفاظ بقوته بعد ما الواحد نزل المية تمام ده خلاص وقف يعني انا بعد ما كده بعد ما كان بلاس ففتي حيبا بقى قوته عشرة شوف نزل ازاي علشان كده لما بيعودوا في المية كتير يطلعوا محروقين يقول لك ده منواخد محجب للشمس هو ايه الحكاية باين عليه مخشوش هو ولا مخشوش ولا حاجة احنا اللي كمننا شوية حلوين ايوه احنا اللي كمننا شوية حلوين حيبتدي ايه الجديد السنة دي فعلا يعني انا بقول لك وانا مش فهمها تأثير الشمس اعلى نقول تاني تأثير الشمس اعلى كتير قوي فالناس بوشها يحمر ما تهتمش يبتدي يحصل يفقفة فارجوكو ما نوصلش لدرجة انه يفقفة طيب قولي يا دكتور عاصم المفهود المدة المثلة اللي الشخص ممكن يقعد فيها جوة المية ممكن تكون قد ايه وطبعا اكيد بنبعد عن ساعات اللي هي بيكون فيها حرارة الشمس عمودية زي فترة الظهر للعصر بنبعد خارش عن الوقت ده اه نبعد الظهر بس برضو حقولي بالمثال عليك انت غيري انا اغمأ منك انا اقدر اععد شوية اكتر انما انت هي اخرك معانا ربع ساعة وتطلع تلت ساعة وتطلع ما تقعدش كتير حيبتدي وشك يبتدي يبتدي ظنهر ويحمر ايه فليبتدي يكون معانا ايه في الشنطة يبقى اخد بالا كل ده اول حاجات في الشنطة اللي هي كريمات اللي هي بتحمي من الشمس نمرة اثنين وثلاثة واربعة هنحط اوعى ننسى انا الصراحة واخد معايا الكمامات واخد معايا طاقم الكمامات لاني مش هروح ادور هناك على كمامات الثلاثة واربعة وخمسة في حاجات كريمات اه كتيرة اول ما الواحد يطلع محتاج يحطها عشان ما يتحرقش ده طبعا بعد ما بيقى فتحت الدش طبعا وبيتخلص من الماء الملح ايوة مية مية عشان نبقى ماشيين بالتدريج كده اه اه محطين فيه مركبات كتيرة اه اه مش كورتيزونات زي باتفقنا ونقوم دهننها على الوش كله وعلى ظهر الايد هل احنا خلاص ما فيش حاجة احترازية واحنا في المصيف لا فيه ارجوكو لسه فيه يعني مش خلاص روحنا هناك نسينا لا برضو نبقى التباعد مهم جدا ونفس الحاجات الاخترازية ان شاء الله ما يحصلش حاجة بأمر الله انما الحاجات دي مهمة اوي 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 كمان علشان لو حصل جرح لأي سبب ما نعودش ندور هنا او هنا نحط ايه كمان فيه حاجات بقى بقت مهمة انت عارف فيه حاجة اللي هي لسعة البحر دي بتحصل لسه يعني ايه اللسعة اللي بتحصل بنقوم يحصل اللسعة دي بتاعت الانديل دي دكتور بتاعت انديل البحر ايوة يا حبيب مش ضرور لسه الموسم لسه مجوش يعني انما ساعات فيه حاجة اسمها لسعة فاحنا لو حصل لسعة البحر دي هنقوم عاملين ايه على طول مية فترة تكون موجودة برا مية مية عادية خلص وننزلها على الجسم كله ما حدش يستنى لغاية ما يعمل علامة في الجسم علامة في الجسم للأسف بتاخد كتير يبقى هناخد كمان معانا اي تغينا سؤال يا دكتور عاصم بالنسبة حقك كده بتقول لازم المية تنزل على الجسم كله رغم ان مثلا اللسعة او الارصة ممكن تكون في مكان معين بس ليه ما استخدمتش المية هنا بشكل موضعي واستخدمتها بشكل كامل او بشكل عام لان انا مش عارف الارصة فين نقول تاني اللي انت بتقوله ده كويس بس انا مش عارف انا لقيت لسعة على ظهر ايدي لكن انا بقى لو استنيت شوية حلاقي ابتدأ جسمي كله شك شك فاحنا احسن حاجة ناخد مية تاخد الجسم كل احلى حاجة بقى هنا يقول لك مكمدات نقوم حطين مكمدات كده على مكان اللسعة علشان متعلمش لانها هتعلم ضروري نبقى مفكرين كويس ايه اللي نعمله طول الوقت يعني ناخد معنا كده يا دكتور ناخد معنا كده ايس باك بقى ايوة في حاجات كده ناخدها ونعملها كده الدنيا تتحسي اللي هي السيليكون اللي هي بتتحط في التلاجة بتطلع برده جدا وبتكمل معنا شوية حلوية الله ينور عليك يا شاك ونبقى ادي برضو في الشنطة في بتاع كده بتبقى مليانة انا انا اعرف ناس كتيرة بيعملوا الكلام ده علشان اصل البحث عن الصيدلية بياخد مدة طويلة علشان الدنيا تمشي بهدوء يعني يتمشي بهدوء وبعدين برضو فيه كريمات دلوقتي فيه محجبات الشمس للشعر برضو ما ننساش يعني هو بقى كريمات الوجه والشعر هما الاتنين علشان نحميه الشعر وده برضو مهم ليه علشان لا يكلف لا يكلف وده مهمة برضو يا دكتور عاصم الجلد بيتأثر بشكل او بدرجة اكبر من تأثر الشعر حسب كمية الشعر اه دي تفرق يعني حسب كمية الشعر وانت يعني قعدنا كتير مع بعض لو هو الشعر قليل هنا حيبتدي يتلسع من فوق اكتر الكريمات طبعا الوجه هو ده بيتأثر اسرع ففيه كريمات تاني محجبات لضهر الايد والوش ونحطها عالشعر ليه علشان ما ما نعودش ايه نقول ايه حصل ايه وا 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 وده مهمة برضو طيب كريمات الشعر دي يا دكتور برضو تتحط كم مرة في اليوم يعني حضرتك قلتنا بالنسبة هي بتتحط كل ساعتين تلات نفس الكلام بالنسبة لكريمات الشعر نخليها كل تلات ساعات ما نحطش كتير انا مش عايز حد يحط كتير صباع تخيل نص الصباع تخيل الكمية قليلة ازاي قليلة جدا انما ما فيش داعي احط كتير يا شاب طب الكمية القليلة دي تحمي بالقدر الكافي يا دكتور عاصم اه طبعا هي الكمية اهم من اي حاجة تاني والفريكوانسي اهم يعني هي يجي يقول لي تحب انا حط يا دكتور عاصم كل تلات ساعات ولا حط كتير مدة طويلة لا اطبع خط قليل كل تلات ساعات طب خليها دكتور عاصم بامر اللي انكمل حدثنا بقى الاسبوع الجاي لان الحياة الوقت انتهى الوقت معك بيمر هوا الحقيقة فشكرك جدا بس هو علشان نبقى فاهمين كل الحاجات دي ضروري نبقى درسينها يعني انا لسه في حاجة عايز اقولها محدش لما يرجع يعمل ليزر اه ده حضرت المعلومة دي بتأكد عليها كتير جدا جدا بقى انا كذا سنة بنتكلم فيها وان شاء الله يا رب كده نكمل حدثنا على خير الاسبوع الجاي وانشوف الشنطة مره جاي عشان ما يحصلش بقى بيضة مدى الحياة ممكن يكون فيها ايه بعد كده تمام انا بشكرك جدا يا دكتور عاصم اتشرفنا طبعا كالمعتاد بوجودك معنا بشكر الافستاذ دكتور عاصم فرج استاذ الامراض الجلدية والتجميل وبشكر حضراتكم مشاهدين على حسن وطيب المتابعة بإذن الله بكرة ألقاكم وحلقة جديدة استهداشر تماما بتوقيت مصر ام الدولي اشتركوا في القناة